للمزيد ينضم إلينا من أمام مستشفى أسوان الجامعي مرسل التلفزيون المصرية زميلة محمود جميل مرحبا بك محمود وصف لنا الوضع لديك الآن في أسوان حيث توافد مجموعة من المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية نعم بعد التحية الجهود المصرية مستمرة في تقديم كل الخدمات للوافدين السودانيين ونحن اليوم في محطة جديدة من المحطات التي تقدم خدماتها للوافدين السودانيين وهي من أهم المحطات وهي مستشفى أسوان الجامعي يعني تستقبل الوافدين السودانيين من الحالات الصحية التي تحتاج إلى متابعة منذ بدء الأحداث في السودان وبدء توافد السودانيين عبر معبراي قسط الوارقين بدأ يعني استهدت المستشفى جهزة لاستقبال الوافدين السودانيين بتقديم كل الخدمات سواء الأمراض المزمنة أو حتى الحالات التي تحتاج إلى الأدوية والعلاج المختلف مزيد من التفاصيل سيطلعنا عليها الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان بعض التحية دكتور أشرف يعني أهم الاستعدادات التي اتخذها المستشفى منذ بدء الأحداث والاشتباكات في السودان لاستقبال الوافدين السودانيين إقديم الرعاية الصحية الكاملة له فور اندلع الأزمة في السودان توجهات مباشرة من فخامة الرئيس عفتاح السيسي ووزير التعليم العالي الدكتور أيمن عشور بتشكيل خلية أزمة في مستشفى جامعة أسوان وكان مشرف عليها بالضبط السيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان واستاذ دكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان شكلت الخلية الأزمة في المستشفى ووجهت اللجان كلها لتقديم الخدمة الصحية للوافدين كلهم من ويلات الحرب في السودان وكمان وجهت قوافل طبية وجهنا قافلة طبية كبرى لمعبر قسطل قعدت حوالي سبعة أيام هناك كشفنا على تسعمائة حالة من السودانيين والمصريين وتم تحويل الحالات الصعبة كانت 128 حالة وجهت إلى مستشفى جامعة أسوان لإجراء الجراحات العاجلة لها والأسطرة القلبية والأسطرة المخية وبعد الحالات كانت محتاجة الغسيل الكلوي ووجهنا كل العلاج والمهمات الموجودة في المستشفى أسوان الجامعي لتسخرها كلها لخدمة الأخوة السودانيين بالمجان وعملوا معاملة المصريين لدينا دكتور أشرف في ظل بالطبع النهضة التي تحدث والإنجازات التي تتم في قطاع الصحة نريد أن نطمئن من حضرتك طبعا على مدى توفر كل الأجهزة الطبية المختلفة لتقديم الخدمة الصحية للسودانيين وأيضا لدينا خبر جديد فيما يتعلق بوجود بعض العيادات التي ستعمل بالمجان للأمراض المزمنة ماذا عن هذه؟ من قبل الأزمة فخامة الرئيس عبد فتاح السيسي وجه كل الإمكانيات المتاحة في وزارة التعليم العالي والشراء الموحد لشراء الأجهزة وتجهيز المستشفىات كانت مستشفى أسوان الجامعي أبارة عن مستشفى مبنى واحد الحمد لله دلوقتي بيئة مستشفى جامعة أسوان خمس مباني زادت عدد الأسرة من 220 سرير إلى 650 سرير وبرضو عندنا مستشفىات في أسوان جديدة الحمد لله إحنا في الفترة الأخيرة الوزارة ضخت وزارة التخطيط بحوالي 200 مليون جنيه أجهزة حديثة لتجهيز مستشفى البطنة وكذلك المعونات إحنا الحمد لله عندنا ما لا يقل عن 135 جهاز تنفذ صناعي عندنا ما لا يقل عن 125 غرفة عناية مركزة 20 غرفة عمليات مركزة وحوالي 60 سرير غسيل كلوي الأخوة السودانيين الحمد لله دلوقتي كل الوزارات نادرة في مستشفى الجامعة كانت في الفترة الأخيرة ونظرة للشهادة الكبيرة من منظمة الصحة العالمية جات لنا ثلاث زيارات آخر زيارة كانت من حوالي أسبوع رئيسة المنظمة الدكتورة نعيمة الجاسر جات وأشادت بالمستشفى الجامعي ومكانياتها تفقدت كل الأماكن أماكن الخدمات للسودانين كلها قابلت ناس كتير من السودانين أشادوا بالخدمة وأشادوا بالمستشفى وهي وجهت برضو أن نحن ممكن نساعد في إنشاء عيادة مجانية وضخط كميات من الأدوية الحمد لله بدأنا في تجهيز هذه العيادة وسميت عيادة للقادمين من السودان تجاهز لهم كل الأدوية بالمجان وكل الإمكانيات مسخرة في هذه العيادة وكذلك إنشاء معمل متخصص لهذه العيادة تفقدت هي المعمل والمكان اللي حتنشأ فيه العيادة الحمد لله إحنا من بداية الأسبوع القادم إنشاء الله سيتم العمل في هذه العيادة من الأطباء والأساتذة المتخصصين في كل المجالات دكتور أخيرا نظرا للأعداد المتزيدة من الوفدين السودانيين هل هناك خطة لزيادة الأطقم الطبية العاملة أو حتى تدريبهم لمتابعة والحالات المتزيدة على المستشفيات خلال هذه الفترة؟ إحنا كنا بدأنا خطة قبل الأزمة إن إحنا في تدريب التمريض في كيفية الإنعاش الرائوي وكذلك الأطباء اعتمد المركز التدريب في مستشفيات جامعة أسوان كمركز معتمد في الإنعاش الرائوي لما جاءت رئيسة المنظمة وتدريب وحدات جديدة وإضافة ملكينات للتدريب هي تفقدت المكان وقالت وأشاد بيه برضو مركز التدريب وقالت إحنا ممكن نساعد بإضافة مزيد من التعاون ما بين المنظمة ومستشفيات جامعة أسوان كل التوفيق لحضراتكم وبشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أشرف معبد المديرة التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان كما تحدث دكتور أشرف مجهود كبير تقوم به أجهزة الدولة وأيضا هنا في مستشفيات جامعة أسوان لتقديم كل الخدمات الصحية ونحن رأينا اليوم مدى الجهود المبذولة من الأطباء لتقديم كل الرعاية للسودانيين وعندما تحدثنا أيضا مع بعض السودانيين المرافقين للحالات تحدثوا عن حفاوة الاستقبال وعن وقوف أيضا المصريين بجانبهم خلال هذه أو متابعة الحالات داخل مستشفى أسوان تقدم لهم كل التسهيلات وتقدم لهم كل الرعاية الكاملة وأيضا توفر فيما يتعلق بعمل الأشعاد أو حتى دخول العناية المركزة أو العمليات نتحدث عن أكثر من 300 حالة يعني طلق كل الخدمات المختلفة وكما تحدث بيان محافظة أسوان عن أكثر من 150 عملية جراحية مبين متوسطة وصغيرة فبالتالي تستمر كل الجهود سواء الخدمات اللوجستية أو الصحية لتقديم الخدمات للوافدين السودانيين تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل الدعم للأشقاء السودانيين من مستشفيات جامعة أسوان أعود إليكم مرة أخرى شكرا لك زميل محمود جميل كنت معنا من داخل مقر مستشفى أسوان الجامعي حيث استقبال مصريين وبعض الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية شكرا جزيلا لك شكرا لك